تتواصل فعليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الأفريقية حتى الأول من مارس المقبل ذلك بمشاركة أربعمائة عضو من ممثل المطارات والمنظمات الدولية من اثنتين وخمسين دولة أفريقية يناقش المؤتمر لاستثمار في البنية التحتية للمطارات كأمر محوري للاقتصاد العالمي خاصة في حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع في حركة الطيران بمشاركة أربعمائة عضو من ممثل المطارات والمنظمات الدولية من ثلاث وخمسين دولة أفريقية انطلق الحفل الافتتاحي لمعرض المجلس الدولي للمطارات الأفريقية في دوراته الحادية والسبعين تحت عنوان المطارات قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام وقد بدأ الحفل بمجموعة من العروض الفنية والاستعراضية الفولكولورية المتنوعة الحدث ده بيجمع اتنين وخمسين دولة من داخل القرى الافريقية فيه أكتر من متين اتنين وسبعين مطار مشاركين معنا فيه حوالي ربعمائة فرد متواجدين معنا فيه عندنا ما يقرب من مئة اكزيباتور موجدين معنا الناس دي كلها بتعرض منتجاتها بتلاقي مجال للتسويق ما بين بعض بنتبادل الخبرات بنتبادل المنتجات بنشوف بعض و بنشوف الدنيا في ايه بنحاول كلنا كقارة نجتمع على اننا نتقدم فيه الاجتماعات دي بندرس فيها جديد و بندرس فيها التطوير و بنشوف الدنيا ممكن تروح لفين مستقبلا المؤتمر هذا عهميته كبيرة على خاطر جاء بعد الكوفيد معناها الكوفيد كريزز و كما تعرفوا التحديات كبيرة للمطارات خاصة في مجال الأمن والسلامة و البيئة و كل من المشاكل اللي تشوفوا فيها كل يوم التحديات كبيرة زينا مش نقش مع بعضنا و مش نشوفنا نقاو حلول للمشاكل هذه للتحديات هذه الحدث هو دورة الواحد و سبعين لمجلس المطارات الأفريغي من عقدة هنا دا الجميع العامة مصاحب لها المعرض اللي احنا الآن باكفين فيه هو يمكن الأهمية بالغة شديد و اخوانا في مصر يعني نشهد لهم بالتنظيم الممتاز لهذه الفعالية في نشاطات كثيرة من ضمنها نشاط المعرض اللي احنا فيه الآن ذا ما ذكرت لك هو بعكس كثير من نشاط الشركات اللي بتأحيلنا كثير في المطارات الأفريغية نحنا بدي لنا دور مهم من ناحية المعدات والأجهزة والأنظمة و بسعيدة كثير في السلامة وفي الفاصلتيشن تأتي استضافة مصر لهذا الحدث الهام لتؤكد على ثقة منظمات الطيران الافريقية لدورها في دعم أوجه التعاون الإقليمي والقري في مجال النقل الجوي مؤتمر الاسي آي دا مؤتمر عالمي بينعقد كل سنة في دولة من الدول آخر سنة كان في أكرة والسنة دي الحمد لله مصر بتنظم المؤتمر وطبعا دا علشان دور مصر الريادي في القارة وعلشان برضو مطار القاهرة من أكبر المطارات اللي فيها كسافة بالنسبة للركاب على مستوى القارة كلها على مستوى الشرق الأوسط كمان فمطار القاهرة ومصر الطيران أو الشركة القبضة لمطارات وشركة قبضة لمصر الطيران هم اللي بيحتضنوا الحدث دا وإحنا الحمد لله الحدث دا بيتحلينا الفرصة أن احنا نتقابل مع كل النظراءنا في الدول الافريقية وكمان مع كل الشركات الكبيرة بنقدم كافة الخدمات الأرضية من خدمات الخدمة الطيرات خدمات تفريق وتحميل الطائرات خدمات الباكس هاندلينج اللي هي يقال عليها الكاونترز يعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وما يشهد قطاع الطيران المدني من أعمال تطوير بالمطارات المصرية بما يتواكب مع زيادة المتلاحقة في أعداد الركاب على مستوى القارة الافريقية أحمد الحسيني التلفزيون المصري